قلنا بأن الصفات المقابلة قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك منيمك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فالله جل في علا بعدما مكروا بالوشاية على عيسى عليه السلام مكر الله بهم باليهود وألقى الشبه على الواشر وعلى ذلك أخذوه فصلبوه وقتلوه لكنهم صاروا في حيرة من أمرهم مكر الله بهم فالشك والريب ملأ قلوبهم يقولون الشبه شبه عيسى والجسد عيسى والحق أن عيسى لم يقتل ولم يصلب ورفعه الله في السماء فهو حي في السماء إلى يوم الناس هذا ولم يمت وسينزل آخر الزمان وهذه من علامات الساعة سيكسر الصريب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل الجزي حتى ولا يقبل إلا الإسلام هذا مكر الله بالذين مكروا بنبيه وهو من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى التسليمات انظر كيف مكروا في يوسف عليه السلام فسجنوه فجعله الله عزيز مصر بعدما سجنوه وقال وإلا تصرف عندي كيدهن أصول إنا وكمنا الجاهلين قال الله تعالى ثم باد لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين فصار عزيز مصر انظر إلى مكر فرعون بموسى عليه السلام وهذه مواطف مراحل كثيرة منها لما علم بصدق الآيات التي مع موسى عندما قال قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظري فقال له عندما احتار مع هذه الآيات البينة القاهرة الظاهرة الباهرة الواضحة اللائحة إلى الناظر وعلم أن الحق معها قال لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجنين قبلها بعدها لما ورد الآيات باهرة ماذا قال قال إن هذا لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حشرين يأتوك بكل سحر عليم فمكر به وأتى بموسى وأتى بالناس وأتى بالسحرة حتى تكون الغلبة للسحرة فيسقط أو تسقط حجة موسى عليه السلام وهو غبي لأنه يعلم أنه على حق كما قال الله تعالى عن موسى أنه قال الفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلائي إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا وقد هلك حقا فهو أراد هنا الآن لكيد موسى ثم مكر به لقد ما قال لهارون طبعا لما مكر به مكر الله به فماذا الذي حدث مع الجموع الغفيرة في يوم العيد وجاء السحرة فوردوا أن العصر حقا انقلبت إلى حية ليس تخيلا كما أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لكنهم لما نظروا إلى قلب العصر حقيقة إلى حية سجدوا قالوا أمننا برب العالمين رب موسى وهارون قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلم وقال وموسى أين لقاهم أين لقى به أين التقى بهم موسى عليه السلام أين علمهم لكن هو ضر في الرماد في عين الناس من أجل أن يستغفل الناس أغرار أغمار وهم الذين سارعوا في موافقته على ما قال وقالوا أن هذا أنه كبيرهم يعني هؤلاء الذين عذبهم الله جل وعلا ولم يقبل لهم عزرا لأن الله قال عنهم فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين لم يقبل لهم عزرا لم يقبل لهم عزرا مكر الله به فسجد كل الصحراء فآمن كل الصحراء بعدما صلبهم مقطعهم قالوا لا ضير لا ضير إنما إنما تغضي هذه حياة الدنيا هم أرادوا الله وأن يغفر الله لهم أن كنا أولى المؤمنين فأراهم الله مكانتهم في الجنة فصبروا صبروا صبرا عظيما أنه صلبهم في جزوع النقل قطع الأيدي والأرجل مع ذلك صبروا لأن الله كشف لهم الغيب وبين لهم منزلتهم ومكانتهم في الجنة أهو مكر به فالله مكر به وأيضا مكر بموسى عندما أراد قتله وقتل من معه عندما قام متكبرا علم فيه من سطوة وفيه من قوة ومن جاه قال إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإننا جميع حاذرون الله جعل يقول فأخرجنا من جنات ونعين فالغرض أنه قال الله تعالى فأتبعوه مشرقين فلما ترأى الجمعاني قال أصحاب موسى إننا مدركون هو يحسب أنه مكر بموسى وأنه الآن هلكت موسى ومن معه على يد فرعون جيش عرم رم جرار خرج به على موسى عليه السلام لاستئصال شافت بني إسرائيل بأسلهم مع موسى عليه السلام النبي الذي هو خير من وطئ الطراب في زمانه من أولي العزب من الرسل وأصحاب موسى إيمانهم هش لكنهم آمنوا لكن لما رأوا الجيش خلفهم والبحر أمامهم يوشع بن نون قال للنبي وهذا نبي كان من بني إسرائيل بعد موسى السلام والذي كان صحابه في الصفر إلى الخضر قال له أين أمرك ربك يا موسى قال هنا يشير إلى البحر فيذهب يوشع فينزل فيغوص في الماء فيخرج فيقول والله أعلم أنك صادق أين أمرك ربك يقول هنا ينزل في البحر يغوص ثم رجع فسكت كفة قال الأمر عند الله مدام أمر الله إلى هنا الإنقاذ من هنا فجاءت اللحظة الحاسمة مكروا ومكر الله فهم وقفوا صفا على إنهاء بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وقال أصحابه موسى إنا لمدركون موسى بيقين راسخ في ربه تلف علاء من كان الله معه فمن عليه قال موسى عليه السلام كل كل هنا اليقين يتحرك لذلك الذي تحضغ به المخاطر وتحيط به إن لم يكن صاحب عقيدة سينمع كما ينمع الملح في الماء سيذوب لو كان جبلا سيصير كثيبا مهيلا الأخطار وأخطار عظيمة ومن الذي يحيط به يحيط به من يتمكن ومكن الله له بكل الأسباب الأسباب المادية بأسرئة في يده وهو ضعيف مستضعف لكن لم يكن صاحب عقيدة كما قلت ينمع كما ينمع الملح في الماء لكنه قام بقلب راسخ مستيقن في ربه جل فعلا قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين شوف الفاء التعقبية للسرعة فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر ضربه بالبحر ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم الجبل العظيم جبل هنا من الماء والحيتان والأسماك تسير وجبل هنا من الماء الحيتان والأسماك تسير وصارت اليابسة وموسى يأخذ قومه ويسيرون في اليابسة معجزة ليست بعدها معجزة سبحان ربي العظيم فصار موسى وصار من معه في اليابسة قام موسى بعدما صار بنو إسرائيل بنو إسرائيل أراد أن يغلق أن يضرب البحر حتى يرجع كما كان فلا يلحقه فرعون لا لست أنت الذي تقدر يا موسى أنت ما عليك إلا أن تطيع فينقذك ربك ودع القوم لله دع القوم لله ولذلك قال الله جل فعلا عندما استدار ليضرب قال له واترك البحر رهوى إنهم جد مغرقون تركه حتى مر موسى ومر من معه وأنقذ الله جل وعلا يرون الآيات العظيمة بين أيديهم جاء فرعون وجاء من معه وطمعهم الله جل فعلا أنهم سيدركونهم فدخلوا إلى أن دخلوا جميعا إلى قاع البحر فأمر الله البحر فأطبق عليهم فأغرقهم الله جل فعلا وبنوا إسرائيل ينظرون سعداء بهلكة أعدائهم هلك ليست بعدها هلك وصرخ فرعون صرخة عظيما حتى أن جبريل قال خشيت أن تصل له يعني رحمة الله قال للنبي لو رأيتني ونأخذ من حال البحر أضعه في فمه فلا يستغيث بربه فيغيثه وهذه هذه دلالة على أن رحمة الله أوسع مما يتصور الإنسان عندما قال آمنت أنه لا لا إله إلا الذي أما شوف الكبر أيضا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني أصري مش ربي الذي قال 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 آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين الآن أنت عصيت فكيف كان عندك أمهلناك وقتا طويلا ولكنك كنت من الكافرين لكنك كنت من الجاحدين كما وصفه رب العالمين في كتابه المبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو هكذا عندما نتعبّد نقول مكروا ومكر الله وإن كان مكرهم تزول منه الجبال يطمئن القلب فإن من يعاد الله ويصد عن سبيل الله ويعاد أولياء الله جلال فعلا الله يمكر بهم هم يجلسون يمكرون يحكون يكيدون وفوق العرش المسألة تحسم هناك ليست من هنا أطبق الناس بالأسباب إحكاما لكنهم غفلوا ولم يستطيعوا أن يربطوا الأرض بالسماء انتهى أمرهم ولا زال أمرهم في سفال لماذا لأن الأمر من السماء ليس من الأرض إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فأكون حسموا المادة ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالشباب وأتوا بالشباب الستة بإعاز من الشيطان الأكبر من أبي جهل والشيطان أعزع في قلب هذا الكلام والشباب ينتظرون ليقتلوا النبي اللحظة الحاسمة مكر الله بهم خرج النبي وما أحفنا من تراب يرشوا عليهم جميعا ويقول واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأنقضى الله حتى أسس الدولة الإسلامية وقادة الدنيا والبشرية جمعا ليقضي الله أمرا كان مفعولا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إن الله جل العلا يقابل مكر الكافرين بمكره وبكيد الكافرين بكيده وأيضا بخداع المنافقين بخداعه وسيرون عجبا سيرون عجبا يدهشهم الله يملكهم كل شيء فيحسبون أنهم قد تملكوا حقا وأن يعني سلطانهم بلغ إلى السماء فيأتيهم بغتا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أتيناهم بغتا فإذا هم مبلسون قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين